هذه الإجراءات أو هذه العبادات نحن عندنا عبادة نقوم بها منذ أكثر من 14 قرن لما نتكلم عن الحالات الخاصة عن الوباء والحجر الصحي فهذا الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه إذا سمعنا بالطعون في بلد والطعون بالمناسبة إنما يطلق على كل صاحب كل وباء لا نعرف سببه ولا نعرف علاجه فيسمى بالطعون قالنا نبي سلم إذا سمعت به في مكان ما تدخلولوش وإذا كنتم موجودين في ذلك المكان ما تخرجوش وهذا هو الذي يطبق الآن وتدعو إليه منظمة صحة العالمية وكبار الخبراء والمختصون لأنه أمره سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام عمواس طعون عمواس عمواس بالمناسبة لأنه الناس كثير يتكلموا عليها قالوا شين هي عمواس هذه عمواس هي بلدة بعيدة عن بيت المقدس ب30 كيلومتر أصابها الطعون فنصب الطعون إليها طعون عمواس أي مسبة ليتلك في فلسطين نعم وفي الشام يعني فلما سمع سيدنا عمر كان في الطريق كان رايح ليهم تذكر هذا الحديد لما وصل استشار ندخلوه ما ندخلوش وجله أبو عبيدة عمر من الجرح بعد الاستشارات ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول الحديث اللي يذكرنا إذا سمعتوه بالطعون في بلد فلا تدخلوها ومن كان فيها فلا يخرج منها فولى راجعا هنا سيدنا أبو عبيدة قالوا يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله قال أفر من قدر الله إلى قدر الله نعم نحن التوكل على الله عز وجل أمر مفروض وأمر واجب الإيمان بالقضاء والقدر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله عز وجل أمر مفروض وأمر واجب وهو ركن من أركان الإيمان أخذ الأسباب أخذ الاحتياطات لا يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر ومعه لماذا؟ لأنه كما قال محمد متولي الشعراوي ربي يرحمه قال لهم القلب العمل انتعه التوكل والإيمان هذا عمل القلب والجارحة لهم انتعه أخذ الأسباب فلا تعارض كل واحد يخدم خدمته القلب خدمته يتوكل على ربي ويامن بالقضاء والقدر والجارحة اليد واللسان والرجل يأخذوا بالأسباب فلا تعارض مش قال يا هذه يا هذه وإنما كل يقوم أخذونا بالأسباب قضاء وقدر وبعدين لا أنا نأخذ بكل الأسباب نقعد في البيت وما نخرج ونطبق كل التعليمات إلى مرض هنا قضاء وقدر لكن تتخرج وتروح 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 وتتحكي في الحي وكتبع كل مات مرض كل قضاء وقدر ولكنت لم تأخذ بالأسباب هذا نفس الشيء اللي ما يدرس شو بعد يقول لك نعم أدرس واشتهد وإلا مرض تنهار الإمتيحة أو لا أقدرش ترك هذا ربما مكتوب الله يجز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة